هذا المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي يقول يقول من أن القضية البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر وأمن هذه قضية دولية إلى آخره وعلى إيران أن تلعب دور فيها على إيران أن تقوم أو أن توقف لأنهم عارفين بالحوتيين لا يدرون هذه الأشياء بدون موافقة إيرانية أن توقف هذا طيب عندما الأمريكي اللي هو في صراع دائم وفي خصومة دائمة مع الإيرانيين عندما يقولهم عليكم أن تقفوا بهذا عنده حلين الحل يا إما يهددهم ويقولهم إذا لم تقوموا بهذا سنقوم بهذا مثلا نستهدفكم مثلا ندلك عليكم عقوبات أشد مثلا نشعر فنا نقصف بواخركم إلى آخره أو يديرها معهم بالهدوء بالود فهما المريكين لحد الآن مش قادرين يديروها بالتهديد مش حابين ومش قادرين في نفس الوقت علاهم مش قادرين أمريكا أقوى من إيران السبعين مرة صحيح لكن هما خايفين أن توسع الحرب وأنهما إذا هما استخدموا خطاب تهديدي ضد إيران فإن هناك في إيران يعتقدون أن هناك في إيران بعض الناس بعض الرؤوس التي لا تفهم في السياسة ولا في علاقات خارجية ولا وتعتبرها فرصة يقول لك المتشددين داخل الحكم الإيراني يعتبروها فرصة سيضغطون على الآخرين ويقولهم هاي نقصوا أمريكا يجدنا فرصة أمريكا ريتهدد فينا هاي نقصوها نقصوها في البحرين وفي قطر وفي السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي البحار وفي القربنا وإيران منزعجة جدا بوجود عشرات الألاف من الجنود الأمريكان سواء في العراق أو في سوريا أو في كل دول خالجية فأمريكا لا تريد أن تذهب الاتجاه تخشى أن الخط المتشدد داخل إيران تعطيه فرصة باش يدخل في حرب معها أو على الأقل يرفع من مستوى المناوشات لكن ترى المناوشات التي يدرها حزب الله أو يدرها بعض المجموعات التي في سوريا والعراق أو حتى الحوثيين إيران سيحكمتها بالمسترة بمعنى تزيد شوية فيها حيانا وتقلل فيها شوية حيانا دوزاج يعني تدير دوزاج ليس لهذاك اللي يعد دوزاج تع أكل أو تع شرب أو يعني لا حساب لكن إيران تستطيع أن ترفع هذا الدوزاج تستطيع أن ترفع التحدي أمريكا لا تريد أن تذهب المسؤولين الأمريكيين كل تصريحاتهم وش يقولوا فيها لا نريد لهذه الحرب أن تتوسعها بمعنى نريد أن إيران تبقى عاقلة والمناوشات الإيران يدروها أتباحها تبقى محدودة ما عليش نسمحو لكم ترمو ترمو علينا ثلاثة أو ربع صواريخ هنا وهناك لكن باش أنتوما أيضا تقولوا لشعوبكم والشعب الإيراني أنكم تحاربوا في الشيطان الأعظم وإلى آخر لكن ما تجاوزوا شدك لحد ولذلك خرجت المسؤول الأمريكي مسؤول كبير في زر الدفاع قال على إيران أن تفهم الحوثيين كلاسي حبسوا إيران ستطلب المقابل إذن إما التهديد يخافوا لا إيران ترد عليه بتهديد أو حتى بالفعل أو يعرضوا عليها مال يعرضوا عليها مال يعرضوا عليها يتنازلونها في هذه القضية هنا قضية هناك كان أشياء كثيرة يعني في النقاشات فأخرج هذا المسؤول الأمريكي يقول على إيران أن تطلب من الحوثيين أن يتوقفوا على ما يقومون به لكن قال هلهم بكل هدوء قريب يقول لهم من فضلكم يا سادة إيران إلى آخره شوف أنا عندي موقف من إيران ويعرفوه الناس وهو حينما بدأت تذبح في العراقيين ولكن خاصة السوريين في العراق كانت الأمور مختلطة وصدام حسين كان خاط ضدهم حرب وهو من بعدين تقموا إلى آخره ما كانتش الأمور واضحة كثير لكن في سوريا كانت الأمور واضحة كثير وأنا انتقدتهم بشدة وأنا كنت نشارك في برامجهم كانوا يتصلوا بي عبر تلفزيوناتهم وإذاعاتهم كانوا يتصلوا بي مرات أحيانا مرتين في اليوم إلى درجة أني في كثير من مرات تعتادلوا وقلوا ما نقدرش دائما مرتين في اليوم باش تتدخل مرتين في اليوم بالتلفون أو معاهم قنوات أخرى لكن كنت نتدخل معاهم ما بين 97 و2012 في 2012 قلت لهم قلت لهم اللي كانوا يتصلوا بي من الإذاعاتهم قلت لهم مزيجة التصلوا بي لأن موقفكم في سوريا مخزي ودخلت مرة في نقاش مع أحد المسؤولين تاحت القنوات مسؤول كبير وإنسان كان يبدو عليه أنه إنسان عاقل وفاهم الأمور قلت له باختصار بسيط قلت له أنت شيعي قال لي نعم قلت له ملتزم بالشيعة وبالبيت قال لي نعم قلت له هل لو كان سيدنا الحسين اليوم حي وأنتم تحبون سيدنا الحسين إلى حد التقديس البعض قدس سيدنا الحسين بفوق اللازم يعني إلى درجة أنه قد يخرج على الإطار نهائيا قلت له لو كان سيدنا الحسين حي هل كان سيقف مع المستضعفين السوريين أم كان سيقف مع بشار وجنرالاته وميليشياته بشار الذي ورث الحكم من عند والده في جمهورية ووالده جاء بانقلاب ثم أن الشعب السوري خرج يطالب بإصلاحات ست شهر الأولى لم يكن هناك سلاح ولم يكن هناك أي شيء من مارس إلى سبتمبر لم يكن هناك سلاح بالرغم أن الإمارات والسعودية كانت تريد يدخل السلاح لكن ظل محدود ربما عند مجموعة هنا أو هناك لكن عموم الشعب السوري كان يتظاهر بدون سلمية وكان كل يوم يقتل ما بين عشرين وخمسين حسب الأيام في سوريا والناس اللي تابعت الأمر راي تعرف هذا الجيد قتله لو كان سيدنا الحسين حي هل كان سيقف مع بشار قاتل الأطفال والنساء وميليشياته أم كان سيقف مع الأطفال والنساء قتله بصدق قال لي بصدق كان سيقف مع الأطفال والنساء قتله لماذا أنتم تقفون إذن ضد سيدنا الحسين وضد ما تعتقدون أنه كان مع من كان سيقف قتله لم يمت سيدنا الحسين ألم يقتل هو وأهل بيته قتلاً بشعاً من قتل واحد المجرمين لأنه كان يدافع الحق قال نعم قتلوا أنتم إذن لماذا تقفون مع بشار تلك لك قليلاً لكن قال إحنا سوريا وقفت معنا في حرب العراق وقتلوا إذن مصالح الدولة الإيرانية هنا هنا ما عنداش علاقة بسيدنا الحسين وبالإيمان وبالإسلام ومن يشعر في يقول لك العتبات تروحوا نحمل عتبات قتلوا إذن مصالحكم كدولة إيرانية وليس كنظام إسلامي مزعوم لذلك أنتم تقفون معه قال لي بصراحة نقول لك هذا الكلام صحيح أنا هذه أول مرة نقولها لأنه هذه مرة عليها الآن أكثر من عشر سنوات فممكن نقولها ومش نحن نذكر اسمه لكن هو اعتذر للحقيقة قال لي ما تقوله صحيح وأنت تعرف قال لي إحنا هذا هذا أوامر القيادة العليا نحن ننفذ نحن أنا مدير قناة قال لي ما لا أستطيع لأنني لما رفضتهم أكثر من مرة جاءك اللي يكلم فيها مسؤول يعني تعالقناة فقلت له قلت له لا فهذا موقفي وإيران وقفت مواقف إجرامية خاصة في سوريا وإلى حد كبير في العراق وبدرجات مختلفة في لبنان واليمن لكن إيران عندها مشروع حال خاص بها والنظام القائم فيها لا يدفع جزية لا للروس ولا للصيل ولا لأمريكا ولا لغيرهم إنما يأخذ الجزية الإمارات السعودية مؤخرا يعرضوا عليهم في مشاريع كثيرة جدا خاصة بن سلمان قال لهم ندير معكم مشاريع صناعية ونعطيكم عشرات المليارات من الدولارات استثمارات في إيران خلونا برك من هذه تساعدوا الحوثي وتساعدوا حزب الله وتساعدوا إذن هاو الفرق ما بين الأنظمة نظام الإيراني نظام طاغية نظام طاغية تحكمه طغمة عسكرية بواجهة دينية فهو نظام ديني عسكري والشعب الإيراني يدفع الثمن أكثر من الشعوب الأخرى حتى يعني ربما الشعب الإيراني يدفع الثمن أكثر من الشعب السوري لكن الفرق أن لديهم عقيدة ووفق هذه العقيدة يمضون ولديهم مشروع يمضوا فيه عقيدتهم فاسدة من وجهة نظرنا تماما عقيدة الدولة نتكلم هنا على عقيدة الدولة اللي مشيين بها على عقيدة النظام اللي مشي به لكن إنهم ليسوا عملاء لا للروس ولا للصين ولا لأمريكا بل بالعكس يدخلوا مع أمريكا ومع الصين في شراكات استفادوا من الروس إلى درجة أنهم الآن هم اللي يعطوهم طائرات بدون طياري استفادوا من الصين استفادوا من التناقضات الروسية الصينية الأمريكية وأمريكا مؤخرا أعطت لمعدة ملايين من الدولارات في عملية تبادل أسر أسر إيرانيين وأسر أمريكيين تبادلوا ولكن الدول إيرانيين معها ستة مليار دولار لما داروا الاتفاق حول في 2015 اللي بعد ألغاه ترامب الاتفاق النووي أخذوا عشرات مليارات من الدولارات سواء من أموالهم المجمدة أو مقابل أشياء وتفصيلات هذا موضوع يطل شرحه أنا هنا لست في الحديث عليه إذن لازم نكونوا منصفين دائما في الأوضاع وهذه هي الحقيقة والحقيقة اللي تقال أيضا بالرغم من نقدي لإيران في الموضوع السوري هو في الموضوع الإيراني لأن هناك استبداد ضد أغلبية الشعب الإيراني الأكثر داعمي المقاومة في فلسطين بعد قطرهم الإيرانيين أكبر داعب هنا بدون تفصيل في ماذا؟ في مجمل الدعم قطر هي أول داعم ثم تجي إيران وبعيد شوية تجي تركيا أما الأنظمة الأخرى فلا أحد لا أحد من الأنظمة القائمة في المنطقة العربية يدعم المقاومة بل بعضهم يدعم عباس مثل العصابة اللي عندنا اللي هو ميليشيا عند إسرائيل وبعضهم يدعم الكيان مثل الإمارات والسعودية والسيسي السيسي ما يعطيش أموال الكيان لكن تخلالوا على الغاز المصري مثلا في البحر المتوسط عشرة مليارات من الدولارات تخلالوا على العقيدة العسكرية يقاتل معها المصري يستعان بإسرائيل يقتل أهل سيناء ويقصفونهم ويعتقلونهم ويقتصبونهم ومصريين هم ليقوم بالاختصاب بالصحة طيار الإسرائيلي يقوم بالقصف من سا أما السعودي والإماراتي فطبعا حدث ولا حراج بالمناسبة يعني هذه الأيام حتى رأي حديث مش فقط أعطاوه للإسرائيليين قالوا لهم أينما تعتقدون أن اليهود كانوا موجودين في السعودية أرواحه نعطوها لكم تديروا عليها متحف تديروا عليها من يشعر في مركز تديروا عليها جدار الإمارات داروا جدار المبكى جدار المبكى هذا حائط المبكى داروه في الإمارات أيضا يشبه اللي في القدس السعودية رايحة أكثر بالمناسبة اللي ما عندوش الأخبار نعطيها لكم راهم الآن يفكرون في إعادة اللاتي والعزة ومنات الثالثة الأخرى سمعوا بالأصناع ماذوك مذكورين بالأسم في القرآن الآن داخل السعودية قال لك حتى نظهر للعالم أننا متفتحين ومنفتحين جدا وأننا مع النساء ومع النسوية وأن منات اللاتي والعزة ومنات هذا في ثلاثة كانوا أصناع أنثى فنحن سنعيدهم هناك هذا ما هوش أني لا أتكلم بسخرية مش المسخر هذه حقائق طبعا لما كنا نقول أشياء تشبه هذه كان البعض يهجمنا مثلا لما كنا نقول أن هؤلاء القوم راهم ذهبوا حد رهيب في الفساد وفي الفجور في أرض الحرامين الأرض المقدسة للمسلمين كان البعض يهجمنا يقول لك لا هذا الكلام في 2016-2017 قبل الآن خلاص الناس كلها أعرف بالمناسبة مثلا شوفوا هذه مع تذاري للناس بعد موسم موسم اللي كان يسموه موسم الترفيه يعني هذا التهريج الرهيب اللي كان والفساد العظيم اللي كان جابوا حاجة أخرى يسموها مش عارف The Middle Beast تخيل واحد الباب يعني أي حاجة فيها تهريج فيها فساد فيها فجور جابوا اسمعوا ما تقولها السيدة أجنابية تتحدث البارح كان تتحدث للأسف الصوت مرحش يجي لكن ممكن تشوفوا الصور الصور هي المهمة لتهمنا أكتر يا ليت المساعد يعود يرسلها لي ممكن لما يعود يرسلها لي تظهر بالصوت يعني هذه هذه الصور كانت أمس هذه الصور كانت أمس واشطيح ورديح وفجور رهيب وصراحة أنا لو لم تكن في الأراضي المقدسة للمسلمين وهذه الأراضينا كلها وهي مقدسة لنا جميعا لا رأي مكاين كثير من الفجور والفساد في كثير من الأماكن لكن في السعودية هذه أرض المسلمين هذه أرض مقدسة للمسلمين الأخطر من ذلك الأخطر من ذلك أن هؤلاء قبل كانت المرأة لما تقود كونت عود ليش منقبة يمسحوا بيها الأرض في الطريق وممكن يجي وعطوها بالأعصى لما كشتير النقاب مع أن النقاب فيه أراء مختلفة يعني بعض العلماء قالوا يستحبب وبعضهم قالوا هذه قضية حرية شخصية إذا شئنا أو اختيارية يعني مش نقاب فكانوا وأنا أخكيت مرة واقع عصرات مع الوالدة وإحنا رحنا نحج قبل 30 سنة وكيف الوالدة نزعجت بشدة لأن أمرأة سعودية قبلتها قتل أنت ركي سافرة أنت سافرة وراكي وجهك معري وشنو هذا وغيرت مفسدون في الدين فالوالدة مسكينة غاضها الحال ونزعجت بقوة وجدت تقول لي هذا الكلام وقلت لا ما تخذيش على هذه هذه لا يتقول لك لازم ديري النقاب دارك أن نطوفه بالكعبة ما فيش نقاب ممنوع وضع النقاب في الكعبة وممنوع وضع القفازين في الكعبة ما يمنع حادث نبوية شريفة إذن لو كان النقاب جزء من الدين لو كان ممنع حاس ربما صلى الله عليه وسلم أما بعض الناس بعض الفتاوي بعض اللي يرى أن النقاب أولى لهم وكالي يرى لا النقاب مش هو أولى الحجاب هو الأساس لكن مش نقاب لكن مش نحن ندخل لنا في هذا النقاش مش هذا هو اللي همنا اللي همنا أنهم كان ممكن يكفروك كانوا مرات يكفروا الناس اللي يحتفلوا بعيد المولد النبوي يكفرهم تخيل الناس تنشد أنشيد العيد النبوي إلى آخر إلى آخر المولد النبوي الآن تجيب أمرأة فاجرة تغني وتقول أركع لإلهك الأنثى وقولوا لأنبياءكم وإلى آخره وين ليس بعيدا على المدينة ومكة قريب من المدينة ومكة جابوا أفجر الموجودين على المستوى العالمي يعف لساني على ذكر اسمواتهم ولا ذكر أفعالهم يجيبوهم للسعودية وهناك شيء فضيع من الفساد فضيع قبل قليل أرسلي واحد على رابط قال إن فضلك شوف هذه شفت يعني تشعر أنهم كانوا ضروجي رجال ونساء ورقص بشكل فاضح فضيع هؤلاء انقلبوا من أنه ممكن يكفرك لأنك مع الأنشيد في المولد النبوي إلى أنه يجيب لك أفجر وأجرم وأفسق وأفسد الراقسات والراقسون والمغنيات والمغنيين والمفسيدين والمفسيدات في الأرض ماذا هؤلاء هؤلاء كنتوا تمروا على الأقل انتقلوا من تفكير داعشي للدين مزور ليس على الإسلام إلى شوية بشوية رحوا تدرجا أما أنت تنقل المجتمع من حالة التزمت المطلق لما أنزل الله به من سلطان إنما هي تقاليد مجتمعية بدوية أضيفة للدين أكثرها إلى أن تصبح أكثر الحلالا من السويد أو من آمستردام أو من هذا الجنون ترجمة نانسي قنقر